دكتور ياسين ولا شك دائما في كل مجتمعات هناك نوع من الكراهية ضد الأجانب زينوفوبيا هناك جزور في كل مجتمعات ولكن لو يعطي أي فرصة للتحريض مثل هذا الانتخابات للأسف هي أحسن وضع وأحسن بيئة لزراع مثل هذه الأفكار وللأسف اليساريون ما يعتبر اليساريون في تركيا شعب الجمهورية وحزب الشعوب الديمقراطية الذي يدعي هو يمثل الأكراد المتهدين كأنه المتهدين في تركيا والأقلية وهم الذين يحردوا هذه الفكرة ضد السوريين ضد الأقليات ويأتون ويقولوا بدون أي مسؤولية هذا شيء إنساني هذه قضية إنسانية لا بد أن نتركها بدون أي استخدام استغلاء خارج إطار السياسي لأن استغلاء أو استغلال مثل هذه الأوراق تأتي بجريمة إنسانية هذه جريمة إنسانية حزب العدال والتنمية كانت منذ البداية يعني تريد أن تترك هذا الموضوع وكانت تفتخر دائما نحن كنا نفتخر بأن نحن نستوعب كل اللاجئين والمتهدين من بلادهم وهذا شيء جدا يعني كأن تعطي فرصة لتركيا تعطي سمعة لتركيا وصورة لتركيا في العالم كلها تكون دولة رئيسية التي تستوعب يعني يعني تقود وتظهر هذا المبدئية يعني كأن أصحاب النعر القومية وجدوا لأنفسهم شماعة وجدوا لأنفسهم قضية الآن يشتغلوا بها وهي الوجود السوري في تركيا بالرغم من أن السوريين في مجملهم ليسوا عبعا على الدولة التركية يعني السوريون حيثما وجدتهم مبدعون نعم في المهن في المحلات طبعا هذه حقيقة هذه واقعية ولكن في شوف يعني ثلاث ملايين ونصف أو أكثر يعني لبما وصل إلى أربع ملايين سوري في مجتمع التركيا تقارنه في أي بلدة يعني مثل هذا المقدار هذا الحجم اللاجئ يشكل مشاكل فيه كله صحيح هذا من الواقع ولكن نحن كنا نفتخر وما زلنا نفتخر الحمد لله في تركيا ما حصل أي مشكلة مقارنة في أي ما كانت متوقعا أن تشكل في أي بلدة أوروبية على سبيل المثال ما أي بلدة أوروبية استوعبت مثل هذا الحجم وإلا عاشت كثير من الأزمات الاقتصادية والكراهية الأجانب والزينوفوبيا ولكن في تركيا الحمد لله منذ ثمانية سنوات نعيش هذا الشيء وما رأينا هذا الشيء ولن نرى إن شاء الله سنعالجها بشيء طريقة أحسن لأن الآن تخلصنا من الانتخابات الانتخابات لأن كانوا يعطو فرصة للدعاية وهذا الدعاية كل يوم كنا نبدأ نسمع من من الرجال المرشحين الحزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهورية وحزب الذي جيد المسمى جيد كلهم كانوا يعني يركزوا يركزوا سياساتهم على هذا الخطاب وهذا يشعل النار يشعل نار الفتنة ونحن كنا نريد نطفئها وما زلنا نريد نطفئها لأن في ومع ذلك طبعا أثناء الانتخابات كان في نوع من الأزمة ليس أزمة كبيرة الحمد لله ولكن أزمة اقتصادية عدد البطالة ارتفع والهبوط الليرة والسعود الدولار كان يشكل بعض أزمات اقتصادية شوية مسعوبات اقتصادية ودائما ودائما السبب لتلك هذا الأزمات يعتبر ويحمل على الأجانب على الأجانب لا سيما على اللاجئين واللاجئين طبعا في بعض الأمثال سيئة جدا من المسائل صحيح هذا الأمثال السوريون دعا أنا على كلام حضرتك يعني كله كلام رائع خلينا نقول أن الآن في حالة شعبية بنسبة تشعر بأن المواطن قصدي اللاجئ انصح او اندق التعبير يعني السوري زاحمها في المواصلات وزاحمها في المنتزهات وزاحمها في فرص العمل وزاحمها وغل عليها الشؤ وحاجات زي كده وفي نوع من يعني في حالة شعبية موجودة تشعر بهذا في ضيق من بعض السلوكيات غير الجيدة يعني فيه سلوكيات غير جيدة من البعض فيه حالة شعبية الآن موجودة بنسبة فيه مزايدات سياسية فيه أخطاء في الأرقام حتى يعني يعني قصدي لما بيتقال أنا وجهة نظري يعني لابد من تدقيق حتى الأرقام لما يتقال مثلا ان تركيا صرفت 37 مليار دولار على اللاجئين خلال الفترة الماضية يعني بدرجة أو بأخرى المواطن التركي بيشعر بشيء من ايه ان 37 مليار دول المفروض يبقوا من عندنا فلابد ان تذكر كل الحقائق مثل ان الاتحاد الاوروبي فعلا ارسل ما يوازي 6 مليار يورو وان 3.5 مليون مش كلهم لاجئين و1.5 مليون بس هم اللي يعتبروا كده وان اللي بياخدوا البطاءات بتاعة الاعانة الشهرية دي ليسوا كل السوريين يعني انا اصدي لابد من تفكيك هذه الحالة ومعالجتها جذء منها على الدولة والحكومة وجذء منها على زي ميساق ما بين القوى السياسية ان ده مش محل مزايدة وجذء منها على تنوير الشعب بزي ما تفضلت بي ده وجذء منها ايضا على اظهار الحقائق بحيث ان الارقام الحالية من الممكن ان مواطن تركي يشعر بشيء من الغلاء بشيء من التضخم بشيء من عدم موجود فرصة عمل فيصب جم غضبه على الاخوة السوريين فانا ظن ان الملف ده محتاج يتعالج كده كله على معضه بحيث ان الامور لا تتفاقم لا سياما احنا سمعنا عن خطاب خطاب في الحقيقة مش بس يعني مأزوم تجاه اللاجئين بل تجاه السائحين يعني الخطاب الاخير اللي ذكروا احد رموز المعارضة كان فيه يعني كلام مش مناسب حتى يعني هو حتى مش مذاكر مش مذاكر اصلا مع انه السياحة مورد مهم السياحة يعني حتى مش مذاكر يعني في اسطنبول كمان حكاية اللافتات باللغة العربية اللي موجودة في بعض المناطق زي تقسيم وزي أكسراي وزي كذا المفروض الاخوة القائمين على الجمعيات السورية حد يعد معاهم بحيث يعني يا جماعة لا تستفزوا الناس وحاولوا بقدر الامكان ايش يعني ايش يعني ايش اللافتات ايش يعني يعني لا فتات باللغة يعني انا الاتراك زي المصريين بيعتزوا بلغتهم بيعتزوا شوارع لندن كلها يفتات عربية انا معك انت امشي الان في اجويل رود عندنا او في بيز ووتر انا معك بس هذه مش حجة يعني هذه ليست حجة اذا دم يستخدم في مزايدات اصلا هذا الحرف العربي كان حرف اللغة العثمانية يقل يستقبل مئة سنة بس هي الفكرة في المقاربة يعني الفكرة في الفكرة الاساسية اللي ما تقوم به تركيا في فهمنا انها محاولة استيعاب للآخر استيعاب كامل نتفق في هذه المقاربة اذا كانت معارضة لا ترى بأن تركيا قادرة على استيعاب الآخر او لا تريد الآخر كمبدأ يعني بعد ذلك امور التفصيلية سهلة لكن كحزب حاكم وله مقارئة يعني حتى اوروبا الآن ما الفرق بين اوروبا وبين تركيا تركيا في اوروبا يقول لك لا هذا مخطر مخطر على السلم الاجتماعي ممكن حيكون ونحن اقتصادنا ذكي فبالتالي حاجينا عمالة غير ذكية لكن في تركيا الآن في مقاربة واضحة بأن استيعاب هؤلاء الناس استفادة منهم عدم جعل الضغط الديمغرافي اشكال في حل الأزمة السورية فتح مصارات أخرى وهذا منطق نفسه طبقه في ألمانيا وهذا خلسفة لا يمكن تركم ألمانيا أخذت مليون لاجئ سوري حتى تثري مجتمعها بهم هيا في المقاربة مش عبئهم التفاصيل سهلة لما نتبق على المقاربة ستثل كل شيء فيه بعد تاريخي في الحكاية دايما كانت حتى الدولة العثمانية كانت تستفيد من خبرات ومن تواجد غير أتراك المصريين شاركوا في تأسيس هذه المدينة العظيمة إسطنبول كان دايما يدارسوننا في المدارس وهم دايما كانوا ضد الخلافة العثمانية أنها أخذت العمال المهرة من المدن المصرية ونقلتهم إلى تركيا لتعمير تركيا وبناء تركيا الحقيقة هذا الكلام يعني ليس بعيدا عن دور بلد كبير بحجم تركيا أو حتى بحجم مصر لكن الفارق إيه؟ الفارق أن تركيا قدرت تستعوب هذا العدد الضخم ولم تتخذ مواقف ضده خلينا نشوف حاك على المشهد الآخر بلد فيها 100 مليون تستطيع أن تستوعب مليون سوري ما يشرقهم بنسبالها مزعج النهاردة فيه دعوات في البرلمان المصري بمصدرة أموال وممتلكات السوريين أعوذ بالله ها والله معرفش حك سمعت على الدعوة دي ها 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 مجانين يعني شيء من الخرف يعني تصادر أموالهم تصادر أموالهم وهو حكي السوريين شطار الحقيقة فراحوا مصر استعمروا مناطق كاملة عملوا محلات نجحوا وبيكتادوا بعد الثورمة الكلام ده حكي في الأيام الأخيرة يعني كان ده في الأسبوعين اللي فاتوا هذه الدعوة لا لا السوريين اللي جاءوا بعد الثورة هم بيقولون العدد حوالي مليون أنا أعتقد نوع أقل من كده لكن أيا كان العدد الحقيقة السوريين في مصر كان لهم دور إيجابي جدا اشتغلوا أعمال حرة مع حدش فيهم بياخد معونة ولا حد بيساعدوا ولا حاجة أبدا اشتغلوا في التجارة في الأطعامة في المطاعم في غيره نجحوا فعملوا بعض الأموال فهذه الأموال السيسي يعني بدأت تلمع هذه الأموال في عنيه فنائب في البرلمان آه والله عايز يطلع تشريع بمصادرة أموالهم ليه؟ بأموالهم صحيح من حر مالهم يعني يعني فيش منطق يقول هذا كلام أنا عايز أقول برضا موخف استعرف فيه فرق دكتور فيه فرق بين العداوة للسوريين من بعض الأتراك وما تحدثت عنهم ما يجري في مصر صحيح في مصر لصوص صح هذا اللي يقول هذا الكلام هذا لص النظام هو والسيسي السيسي واللي معه هذا اللصوص صحيح بينما هنا في تركيا هناك نعرة شوفينية قومية تستغل للأسف ضد هذا الآخر والنبي دكتور فصد لي حاجة طب ده مثلا ممكن أفهمه في تركيا طب في لبنان النعرة دي ليه ده اللي بيحصل في السوريين في لبنان أه شد شيء فوق الوصف حتى حتى على مستوى الحكومة وحتى على مستوى الحكومة على مستوى العلام والقنوات وأغاني يعني شيء بس لبنان والسوريا دائما فيه إشكالة من جاء قديمة بس يعني ليه بس تعرفت لما الإسرائيليين اجتاحوا لبنان سوريا فتحت أبوابها للبنانيين طبعا احتضنتهم ووفرت لهم المسكن للمأكل لكن فترة حافظ الأسر بالسيطرة على الجهاز المخابرات السورية وكيف كانت بسيطرة على لبنان هذه موجود يعني في عصر الرئيس المرسي الدكتور أيمن ذكرني الوزير المحترم حاتم صالح وزير الصناع تذكره كان دعاني كرئيس للجنة الاقتصادية في البرلمان لاحتفالية كبيرة الاحتفالية كانت حضرها مئات رجال الأعمال السوريين وكانوا بيدشنوا في مصر افتتاح منطقتين صناعيتين جديدتين للمستثمرين السوريين في مصر يعني حيبنوا البلد حيبنوا البلد والوزارة والرئيس والبرلمان وجايبين الناس وتخصيص منطقتين صناعيتين كان بعضهم هيبني مصانع جديد وبعضهم هيعمل عملية نقل لمعداته ومصانعه من بلدان أخرى ليأتي في مصر ويحظى بتسهيلات وإعفاءات جمهوركية وإعفاءات ضريبية في عهد الرئيس مرسي في عهد الرئيس مرسي لكن هو دماء الفرق يعني ما بين ما بين قيادة منتخبة ستحاسب أمام الشعب وما بين قيادة منقلبة لا تعرف لا قيم ولن تحاسب أمام الشعب ولا تعرف يعني حتى أصول أن مصر وسوريا في لحظة كنا اسمنا الجمهورية العربية المتحدة في أكتر من كده أيوة وهذا وهي قيادة منتخبة وتنتمي للأمة تذكر في عهد الوحدة حتى يعني الإخوان السوريين لا أذكر طبعا لا يعني تذكر تاريخيا 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 يعني بقراءات الشريخية أنا لسه شباب فاكر أنت عملت الحوار العظيم في مراجعات مع الأستاذ عصام العطار كان يحكي إزاي حلوا نفسهم احتفالا بالوحدة احتفالا بالوحدة وبدأوا يطوفوا شوارع شوارع سوريا بمظاهرات يقولوا فيها هب يا ريح الجنة هب علينا احنا حققنا الوحدة الوحدة ازينا في الشارع الإسلامي السوري الإسلامي يعني قصدي اللي هو الطيار الإسلامي داخل سوريا كان حسه الوطني وحسه القومي عالي جدا 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 وابتعد عن مسألة خصومات تاريخية بس السؤالية السؤال يستنى السؤال هو الحادثة التي تحكي عليها والحديث عن سردية العروبة والاندماج والوحدة اللي قذافي طبعا صدع النروز لا يُعقل أن تنتهي بهذا الوضع أنت وين العروبة فيها ما هو الطبع السوريين قاعدين في تركيا وفي لبناني عذبوا فيهم كل هذا الجهد لم ينشئ أي هوية هوية مشتركة لأنه لم يكن حقيقي صحيح لم يكن أصيلا لأنه قرارات فوقية صحيح يعني للأسف شديد آه الشعوب كان تتمنى يعني الدول الخريج مش قادرة تتخذ خمسمائة ألف سوري لا إله إلا الله خمسمائة ألف لا بالعكس بيسفروهم ما بيسمحوا لهم يا أخي ده الرجل الصحف الإسرائيلي المشهور ده طالع مبارح بيفخر إن هو الإسرائيليين بيجوبوا الخليج هنا وهناك وقال كده أتحدى واحد فلسطيني يعرف ياخد تأشيرة يروح فيها لخليج صحيح اسمه إيه لكوهين ولا مش عارف سوريين الولد ده الحقيقة أنا ده مش فاهمه يعني هذا اللي يطلح في اليوتيوب كل مرة يتحدث ده مبارح قالت صحيحات في منتهى الخطورة يعني في منتهى الخطورة هذا مهمته إنه يطلع علينا كل شوية ويذكرنا بما وصلنا إليه من درك منحط صحيح والله بس الحقيقة هو مفيد يعني إمبارح قال لهم الإنبطاح الخليجي بالنص كده الذي يواجه الإسرائيل الكبرى هو من علامات التقدم يعني والخليج الجديد لكن في النهاية وبيقول جمل الحقيقة مهمة جدا خلينا أقول لحيك حاجة على موضوع الوحدة إحنا عندي وقعة تاريخية مهمة جدا تكشف حجم الانتباط بين مصر وسوريا من قبل الوحدة وبرضو من مئة سنة أما جيه سعد زغلول يشكل الوفد المصري فحط اسم شخص أعضاء الوفد ما عرفوش مين ده فقالوله مين ده فقال لهم ده رجل أعمال السوري من المقيمين في مصر فمتحطوا ليه في الوفد المصري اللي رايح يمسل مصر في مؤتمر الدولي اللي كان منعقد في باريس أظن فقال لهم عشان يوصير القضية السورية لأن القضية السورية والقضية المصرية قضية واحدة وفضل سعد زغلول مصر على وضع هذا الشخص السوري القبطي بالمناسبة إلى أن اعتذر هو شخصيا بسبب ضغوط تمت عليه من أسرته وأهله في سوريا فأنا عايز أقول الارتباط بين مصر وسوريا يجعلنا نشعر بالخجل تجاه هذه المواقف غير المحترمة ويجعلنا نشعر بالفخر تجاه هذه المواقف المحترمة التي تتخذ في تركيا في استيعاب هذا العدد الضخم أنا بفكر الدكتور ياسين زلنا معاه وكان معانا الدكتور منصف مرزوقي في زيارة الأورفة أو النازي عنتاب زلنا المخيمات الحقيقة جهد يا دكتور جهد مذهل صحيح أعداد فوق الوصف وتعامل كريم وأماكن رغم صعوبة وقصوة الجو في تركيا كل شيء معمول بحسابات إنسانية وتعرف يا دكتور أنا الأتراك أنا روح أتغازي عنتاب وبيدعوة من إحدى الجمعيات التركية اللي بتشرف على عدد كبير من المدارس الأتراك الذين كنتوا في ضيافتهم يعاملون السوريين على أنهم إخوان لهم ولا يشعرون بفرق وذلك نتمنى أن يكون هذا هو الحس الأعم والأشمل وكنت أريد أن أضيف بعد كل الكلام يعني جدا يعني لا تظنوا هذا الكراهية ضد السوريين هو يمثل التركيان الحمد لهذا شيء هو جدا استثناء وهو الذي يحرد من قبل تلك الأشخاص السياسيون السيئون يقول يعني جدا الذين يحردون بدون مسؤولية وينتهكوا مبادئهم كمان يعني المبادئ هو اليساري أنت تتخيل في أي بلدة أوروبية أو في العالم الحزب اليساري هو الذي يستوعب اللاجئين وهو الذي عادة هو مع اللاجئين والآن في تركيا هو ضد اللاجئين ليش لأن هذا يضر حزب العدل والتنمية وأنا كتبت مقالة قبل أمس وقلت يعني يريد أن يضرب تركيا من أقوى جانبها ومن أحسن جانبها إيش أنه الأحسن لأن تركيا في العالم هي الدولة الرئيسية في السياسات الإنسانية في السياسات التي هي في الدعم الإنساني وهذا ليس بالدولة فقط يعني بالمجتمع كما شاهدت في غازي عنتاب وفي شامل أوروبا وفي اسطنبول الآن غدا أريد يوم السبت الآن في مجتمع أو تظاهرات سيجري بالدفاع عن السوريين من الأتراك الأتراك الذين سيعقدوا اجتماع وتظاهرات مساندة أين هنا في اسطنبول في اسطنبول نعم مساندة مع السوريين وسيقول السوريون والله مهم هذه خطوة مهمة السوريون إخواننا ومن يريد أن يكرههم نحن نكرههم نحن نكره من يكرههم وأنا كتبت في مقاتي في من يقول هذه بلدتي والله ليس بلدتك وهذه بلدتي من أين أصبحت بلدتك هذه ملك التركيا ليس ملك أبوك من يقول بلدتي فل يروح من السوريين بلدتي فل يروح هذا الشيء ليس هذا الملك ملك الله والله الله عز وجل أعطانا وأمانا لنا ولو لا نضغله بطريقة حسنة والله سيأخذها منها نحن بهذا الشعور بصادة هذا الشعور والحمد لله مثل طيب أردوان هو في هذا الشعور وكل قيادة حزب العدوة تماما يدير تركيا في هذا الشعور والمجتمع يعني معظم المجتمع هو في هذا الشعور الحمد لله الدكتور ياسيم بيذكرني اشتركوا في القناة